اشتركوا في القناة وما اقره مجلس الوزراء في شهر تشرين اول عام 2019 وعلى الصلاحيات المخولة لهيئة مكافحة الفساد قامت الهيئة باصدار نظام حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء من هم الشهود والمبلغون والمخبرون والخبراء في قضايا الفساد ما هي اهمية توفر نظام حماية لهم وما هي الهيئة عمل وحدة حماية الشهود والمبلغين في هيئة مكافحة الفساد وكيف استمر اداؤها خلال فترة الطوارئ للاجابة عن كل ذلك يسرني ان اصطدفها اليوم الاستاذ ولاء عبدالله رئيس وحدة حماية الشهود والمبلغين في هيئة مكافحة الفساد اهلا بك استاذ ولاء اهلا بكم من جديد متابعينا استاذ ولاء اليوم لما نحكي عن نظام حماية المبلغين والشهود نحكي عن الظروف اللي ادت له يعني الوصول لمرحلة اقرار هذا النظام وشو اللي خلانا نوصل للمطالبة باقرار هذا النظام اه استاذ الكريم خليني احكي عن عن هذا الموضوع بنقطتين جوهريات بداية اول اشي حماية المبلغين والشهود هو متطلب دولي متطلب اقليمي ومتطلب محلي عنا الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على حماية المبلغين والشهود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد كذلك الامر نصت على حماية الشهود وعنا قانون مكافحة الفساد رقم واحد سنة 2005 برضو نص على موضوع حماية المبلغين والشهود هذا اذا كنا نحكي احنا في الاطار الاول في الاطار التاني انه فعليا احنا بحاجة احنا بحاجة لموضوع حماية المبلغين والشهود لانه اذا احنا بنحكي عن عنواننا الكبير والاشي اللي احنا بنشتغل على اساسه اللي هي مكافحة الفساد وهو اساسه الابلاغ فانا كيف بدي اطالب الناس انها تقوم بالتبليغ بدون ما اوفرهم حماية صحيح وحتى في موضوع الابلاغ يعني مش بس انه انت تبلغ خلاص حتى في موضوع ثبوت هذا البلاغ بالطلب انه شهادة فكيف انا بدأ اجيب الشخص والزمه بشهادة معينة بدون ما اوفر له حماية وكذلك الامر ينطبق على الخبير طب اليوم نحكي عن هذا النظام نظام الحماية نحكي عن ابرز ملامحه وشو النصوص اللي هو يعني بشير الها فيما يتعلق بحماية المبلغين او غير ذلك يعني خليني احكي انه النظام بيحكي عن اربع محور مهمة جدا المحور الاول اللي هو منهم الاشخاص المستفيدين من هذا النظام يعني اللي بنحكي عنه الطابع الشخصي لنظام حماية المبلغين والشهود والطابع الموضوع اللي هو بيحكي عن انواع الحماية ما هي الحماية التي تقوم هيئة مكافحة الفساد بتوفيرها للمبلغين والشهود وعندنا الموضوع الثالث اللي هو آلية تقديم طلبات الحماية كتير لازم أنه الأمور تكون واضحة بالنسبة للشخص أنه إحنا بنحكي صحيح أنه نوفر لكم حماية بس برضو إحنا لازم كمان نصلت الضوء على كيف آلية توفير هذه الحماية وعندنا آخر نقطة اللي هي موضوع التعوضات والمساعدات والنفقات أو الأمور المالية لإلها علاقة في موضوع حماية المبلغين والشهود لهم نحكي عن الأشخاص المستفدين من هذا النظام الأشخاص المستفدين من النظام طبعا إحنا عنا أول إشي طالب الحماية طالب الحماية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة طبعا هاي الفئة كبيرة جدا وتوسع كتير أشخاص وعندنا كمان النظام نص على أن الحماية قد تصل إلى الأشخاص وذيق الصلة ممكن الشخص كله صديق مقرب زميل إلى آخره من الأشخاص اللي قد يثبت تعرضهم لخطر أو لدرر جراء التبليغ عن جريمة فساد هاي هاي الأشخاص اللي بيستفيد من النظام لكن هدول الأشخاص يستفيدوا بصفاتهم مش بأشخاصهم يعني لما أجل أحكي أنه هذا الشخص أنت مستفيد كطالب حماية وأقاربك أنت مستفيد بصفتك إما أن تكون مبلغ أو أن تكون شاهد أو مخبر أو خبير لك علاقة في القضية صحيح نعم صحيح طب اليوم نحكي كمان عن أنواع الحماية اللي عم بتقدمها هذا النظام نعم طبعا النظام حماية المبلغين والشهود وكذلك الأمر فيما يتعلق بقانون مكافحة الفساد نص على ثلاث ألواع من الحماية اللي هي الحماية القانونية والحماية الوظيفية والحماية الشخصية بس يمكن إحنا شوي دائما بتكون العدد الأكبر أو الإحصائيات الأكبر هي إلى علاقة في الحماية الوظيفية أكتر لأنه طبيعة عمل الهيئة واختصاتها هي إلها طابع نحكي عن مال عام نحكي عن وظائف عامة نحكي عن موظفة فبالتالي أنه بتكون إنعكسات على وظيفة الشخص المبلغ صحيح 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 فبالتالي بيكون الجزء الأكبر في موضوع الحماية العلاقة بأنه ما يتم التعرض لهذا الشخص المبلغ من خلال وظيفته أو إقصائه من العمل صحيح وإنتوا كهيئة مكافحة فساد بتعملوا باتجاه أنه فعلا توفير هاي الحماية لك أكيد طبعا 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 يعني أول شيء نظام حماية المبلغي والشهود تم إصداره في نهاية العام 2019 لكن الهيئة كانت تقوم بتوفير الحماية للمبلغي والشهود قبل هذا النظام بموجب بالمادة 18 فقرة 2 من قانون مكافحة الفساد وبالتالي الهيئة من وقت ما نوجدت المادة في نص قانون مكافحة الفساد كان في عنا حماية يمكن اليوم شوي فيه تفصيل أكتر يمكن اليوم فيه وصحيح وصار فيه كمان حتى في سياسة الهيئة الجديدة صار فيه أولوية كبرى لموضوع حماية المبلغين والشهود اليوم اللي بنحكي أيضا عن موضوع يعني عندما نتحدث عن حماية المبلغ والشاهد والمخبر والخبير يعني أيضا من الضروري أن نتعرف على يعني الفرق بين كل شخص من الذين تم ذكرهم صحيح أول شيء عندنا المبلغ طبعا نحن نحكي مبلغ أو مشتكي هو الشخص اللي بيقوم بالتوجه للهيئة أو أي جهة مقتصة لتقديم واقعة فساد عندنا الشاهد بيكون الهيئة محتاجيته في واقعة معينة بيتم إثباتها من شهاد هذا الشخص فالشخص هذا بيقوم بالإدلاء بالشهادة وطبعا مش بالضرورة تكون الإدلاء بالشهادة فقط في هيئة مكافحة الفساد فممكن أن يتم الإدلاء بالشهادة في الهيئة أو في المحكمة أو حتى في النياب العام صحيح وعندنا الموضوع الثالث اللي هو موضوع الخبير يعني في كثير من الأحيان العاملين على ملفات التحقيق في الهيئة يعني بكون عندهم مثلا ما عندهم الخبرة في الأمور المالية يعني زيما إحنا نثبت جريمة غسيل الأموال على سبيل مثال إحنا بدنا محل المالي بدنا خبير مالي اللي يثبت لنا هاي الجريمة وبالتالي إحنا مستعين في هذا الخبير ويحق لهذا الخبير أنه يتقدم طلب حماية إذا حس أنه قد يتعرض لخطر أو لضرر بسبب الخبرة اللي يتقدم إليها يعني طب اليوم لما أنا بدي يعني مثلا أنا كشخص بدي أقدم شكوى لهيئة مكافحة الفساد أنا اللي بطلب الحماية ولا أنتوا بتقدروا أنه ممكن هذا الشخص يتعرض لأي تهديد وبالتالي فعليا أنتوا عم بتوفروا الحماية طب نظام نص أنه الحماية تقدم بمجاب طلب لكن كثير من الأحيان الشخص أو الموظف اللي بيشتغل على ملف فساد بكون مدرك أنه الشخص اللي قدامه بحاجة لحماية أو ممكن يتعرض لهذا الشخص فهو بوجهه بله أنه إحنا موجود عندنا وحدة حماية لنبلغيه الشهود مكانك تتوجهها تتوجه لها بطلب حماية وبتدرس طلبك اليوم نحكي في مطالق بشروط الاستفادة من الحماية هل هناك شروط محددة تنطبق على أشخاص يتبطلوا الحماية؟ صحيح في موضوع الشروط برضو عندنا جانبين مهمين جدا أول إشي فيه عندنا شروط لقبول طلب الحماية أول إشي أنا بتطلع لما يجينا طلب حماية أقبله أو ما أقبله أن يكون الشخص مقدم الطلب هو شخص حسنية أنه ما يقوم بتقديم طلب حماية هو هذا استغلال منه للحماية يعني على سبيل المثال أستاذي شخص مفصول من وظيفته قام بتقديم طلب حماية للوحدة وهو مفصول فطلب من هيئة أنها تقوم بيعادته للعمل ثم هو هذا الشخص مفصول أنا كيف بدي عيده للعمل وكان صار قاطع كثير أشوات في مطالق بإجراءات الفصل مثلا أو أن يكون مثلا البلاغ الذي تتقدم فيه هو بلاغ كيدي في كثير أوقات في شكاوة بتكون كيديية فأنا كيف بدي أأمن لك حماية على بلاغ كيدي يعني هذا من أهم الشروط والشرط الثاني أيضا أن يكون هناك علاقة سببية بين الخطر أو الدرر اللي هو محل طلب الحماية وبين واقعة الفساد المبلغ عنها أو التي تم إعطاء فيها شهادة أو تقرير خبرة اليوم نحكي عن نظام الحماية قدش نعكس إجابا على موضوع أنه شجع الناس فعلا للتقديم لبلاغات عن شبهات فساد أو للتقديم شكاوة لهيئة مكافحة الفساد قدش يوم شعروا بالثقة أنه ممكن هيئة مكافحة الفساد فعلا توفرهم حماية يعني شوف هاي الأمور إذا إحنا بدنا نقيسها بالورق والألم إحنا مرجعيتنا فيها الأرقام فإحنا بنرجع للأرقام يعني أستاذ الكريم إذا إحنا بدنا نحكي خلينا نحكي أول إشي على أساس عمل هيئة اللي هو موضوع الشكاوة والبلاغات يعني عنا في العام 2019 على سبيل المثال في عنا تقريبا 900 شكوى تم تقديمها بينما في العام 2020 عنا لحد اليوم 1100 شكوى بالضبط خد بعن الاعتبار أستاذي إنه في عنا جائحة كورونا طبعا أحنا نحكي أديش كمان عكسة جائحة كورونا على عملكم صحيح صحيح وفي عندك كمان لسه شهر ما خلص ما انتهى يعني إحنا نحكي لغاية طب بلعيك هذا الارتفاع يعني واضح أنه فيه ارتفاع بتقديم الشوكاوة هذا بعكس أديش اليوم فيه ثقة الناس باتجاه التقدم لهيئة مكافحة الفساد وأيضا فيما يتعلق بحمايتهم نعم صحيح لأنه كمان بالتزامن مع هذه الطلبات مع هاي البلاغات في عندي كمان أنا برضو بالأرقام أستاذ الكريم في عنا اليوم إحنا أمام 22 طلب حماية في الوقت اللي مثلا في العام 2019 كان في عنا ست طلبات حماية يعني إحنا بنحكي زيادة مهولة على طلبات الحماية مقارنة بالأعوام الماضية ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف صحيح في الحديث عن الشكاوى اللي عم تتقدم لكم في هيئة مكافحة الفساد بالتأكيد مش كل شكاوى تقدم بحاجة لطلب حماية صحيح طبيعي 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 لا إحنا في عنا نحكي ألف ومئة شكاوى أكيد مش مقابلها ألف ومئة طلب لا طلب الحماية يقدم بس في الحالات إنه في الشخص هذا بيكون مدرك إنه ممكن يتعرض لخطر أو لإذاء أو لضرر مرتبط في الواقع اللي هو تقدم بالشهادة فيها أو تقدم بالبلاغ بمواجبها رح نحكي أكتر عن كيف عم بتوفر الحماية للمبلغين بس خلينا نتابع سويا هذا التقرير الذي يتضمن لقاءات مع موظفي هيئة مكافحة الفساد ويشجعون في الناس على التبليغ عن شبهات الفساد وعدم الخوف فلنتابع سويا اشتركوا في القناة معظم طلبات الحماية اللي تم تقديمها إلى هيئة مكافحة الفساد هي طلبات مجابئة والهيئة هيئة مكافحة الفساد تقوم بمتابعة عن كثب الموضوع ومصير هذه الطلبات والتواصل مع الأشخاص المشمولين في الحماية وفيه عندنا تجارب كتير ناجحة في هذا الموضوع منذ تولد دكتور أحمد براك رئاسة هيئة مكافحة الفساد أصدر تعليماته الكريمة بضرورة إكمال المنظوم القانوني لهاية مكافحة الفساد وكان من أهم المنظوم القانونية نظام حماية الشهود والمبلغين تم عمل نظام حماية الشهود والمبلغين وتقديمه لمجلس الوزراء تم إعداده والسير بالإجراءات في قراءة الأولى والثانية والثالثة وصدره عن مجلس الوزراء وتم نشر في الجريدة الرسمية بطريق 28-11-2019 لكن هذا النظام لا يحدث طي الأدراج، يجب أن يتبلغ عن قضايا الفساد مجرد تبليغك عن قضايا الفساد، هذه المكلة الفساد ستوفر لك الحماية الشخصية والوظيفية والقانونية الحماية الوظيفية معناها أن هذا الشخص لا يحمي من اتخاذ أي قرار يغير ما يقرز القانوني ولا يحمي من أي تمييز عنزري في مكان عمله وأما بخصوص الحماية القانونية هي بمثابة الحماية من الإجراءات التي قد تتخذ ضد الشخص الذي قام بالتبليغ أو بالشهادة في هيئة مكافحة الفساد وأنه أيضا الحماية الشخصية التي تشمل ثلاث أنواع من الأضرار وهو الضرر المعنوي والضرر المالي والضرر الجسدي إحنا وأنت من مكافح الفساد، أنت ببلاغك، إحنا بإجراءاتنا وبتوفير الحماية لا إلك الإبلاغ عن الفساد يعزز الوقاية منه وهو شكل من أشكال المواطنة حب نطملك أنه هيئة مكافحة الفساد بتوفر لك كافة أشكال الحماية اللي بلغ وإحنا بنحميك، مش عبارات بس إحنا بنحكيها دائما على الإعلام أو على أي مواقع التواصل الاجتماعي، هي عبارات حقيقية ما تحكي ما دخلني، بلغ يعني واضح من خلال الفيديو والتقرير اللي احنا شاهدناه سوياً أنه يعني هيئة مكافحة الفساد اليوم عم بتشجع الناس أنه ما تخاف قدم أي شكوى أنت بتشوفها تصدحك أنها تتقدم لهيئة مكافحة الفساد من أجل يعني متابعتها هذا بخلينا يعني باتجاه أدفع نحو السؤال يعني عن موضوع الحماية، نحكي عن أشكال هاي الحماية اللي أنت عم بتوفروها للمبلغين وكمان يعني في شيء لفت نظري أنه اليوم هذا النظام بالآخر كمان عم بعطي عنصر قوة لهيئة مكافحة الفساد وأيضاً للشخص المبلغ صحيح أشكال الحماية التي تقدم من الهيئة أول شيء عنا نبلش في الحماية الوظيفية اللي هي زي ما ذكرنا أنه هي أكبر نسبة طلبات حماية تقدم للهيئة الحماية الوظيفية شو بتعني؟ بتعني أنه الهيئة بتقوم بكافة الإجراءات اللي من خلالها بتحول دون اتخاذ أي قرار يمس المركز الوظيفي أو الإداري للشخص طالب الحماية يعني على سبيل المثال أستاذ شخص تتعرض مثلاً لفصل، شخص تتعرض لنقل، شخص تتعرض لتنميخ على أثر الشكل اللي يقدم بها نعم صحيح نعم طبع إحنا بنحكي على مرحلة تم تقديم طلب صحيح وبعدين صار فيه إجراءات بحق اللي يقدم الشكل وبتقوم بالتواصل مع الجهات الرسمية، بنحكي عن وزارة إذا كان الشخص موظف وزارة وعندها صلاحية الهيئة نعم صحيح طبعاً، طبعاً الهيئة لها صلاحيات ممنوحة لإلها بموجب النظام وموجب قنون مكافحة الفساد لممارسة عملها طبعاً اليوم نحكي أيضاً عن موضوع قدش هذا النظام مهم لكم كهيئة مكافحة الفساد وأيضاً للمواطنين نحن نحكي أن أساس عمل الهيئة هو مكافحة الفساد وأساس مكافحة الفساد يكمن في الإبلاغ فأنا عملية الإبلاغ إذا أنا دعمت الأشخاص وقلت لهم أنه أنا بوفركم الحماية اللازمة وبس توجهوا أنتوا اللي توجهوا للهيئة فأنا بالتالي أنا اشتغلت صح ضمن الاستراتيجية اللي أنا بس على واليوم عم بتشوف كمان مواطن بشعر بالثقة أكتر بوجود هذا النظام صحيح 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 وبالمقابل الأشخاص كمان برضو مستفدين لأنه الشخص الحاجز اللي كان بينه وبين التبليغ عن جريمة فساد قدرنا أنه احنا نتجاوزه بهذا النظام أنه أنت ما تخاف ما ما يعني حتى لو أنه مورست عليك أي ضغطة بالضبط أو أي واتخذ بحقق أي قرار في مركزك الهيئة راح تتدخل وتقوم بواجبها اليوم نحكي عن جائحة كورونا يعني نحن نحكي اليوم عن يعني تقريبا ثمانية شهور على جائحة كورونا من شهر ثلاث منذ أعلان حالة الطوارئ كيف عملتوا في هاي الفترة كوحدة يعني حماية مبلغين هل اتخذتوا أي إجراءات فيما يتعلق بأنه ما انقطعتوا عن الجمهور اللي بديوا يقدم شك وكيف كان عملكم خلال فترة الطوارئ خلينا أحكي عن عملنا قبل فترة الطوارئ لكنها تصب في نفس الاتجاه إحنا دائما بنحكي أنه موضوع الفساد وموضوع كتير حساس في كتير ناس بتهاب تقرب على الهيئة أو توصل للهيئة وبالتالي صار في عنا أنه إحنا تصور أنه ممكن أنه إحنا نوصل الشخص يوصل شكوته أو بلاغه أو أي معلوم بدي يقدمها بدون ما يوصل للهيئة بدون بيين حاله في عنا إحنا وسائل التواصل الحديثي اليوم في عنا تطبيق ذكي في عنا ممكن عن طريق فيسبوك ممكن عن طريق إيميل في عنا بأي وسيلة إلكترونية يعني فراس إذا يعني ممكن الشخص يقدم الشكوى أي بلاغه كان موجود في مكتب أو في بيت أو في أي مكان نعم صحيح حتى تخيل أن نسبة البلاغات التي قدمت بالوسيلة الإلكترونية هي 70% من البلاغات التي تقدم للهيئة وهذا رقم يعني نعم صحيح وبعطيك تصور وبالتالي في عنا المنهج الإلكتروني أو اتباع المنهج أنه ألية العمل الإلكترونية أو العمل عن بعد خلينا نحكي فيما يتعلق في استلام الطلبات كانت موجودة من قبل كورونا وهذا الحكي كمان يعني إحنا مع كورونا ساعتكم أنه كان فيه ألية فعليا موجودة؟ نعم صحيح نعم صحيح فإحنا اليوم على مستوى طلبات الحماية اليوم الشخص مش مقتر يوصل الهيئة إحنا مزبوطة نحكي أنه الشخص لازم يكون بتقديم طلب حماية ويرسل له الهيئة لكن إحنا ممكن يبعت لنا يا واتساب ممكن يبعت لنا على صفحة الهيئة ممكن يبعته على التطبيق الذكي وممكن إحنا تواصل معه على الهاتف بطول ما يتحرك من منزل وطول ما هي المعطيات كافية لكن في عندنا شيء كثير مهم أنه الشخص مدام تم قبول طلب الحماية لإله فلازم يتوجه للهيئة عساس يسلم قرار أو طلب القبول ويوقع على تعهد بالالتزام بالشروط الانترابة صحيح نعم صحيح فيما يتعلق بتوفير الحماية أيضا للمبلغين في تعاون مع الجهات التنفيذية في توفير الحماية المبلغين يعني مثلا عساب المثال مع الشرطة مع الأجهزة الأمنية كيف يتم تتعامل مع هذا الموضوع إحنا موضوع الحماية الشخصية هو موضوع إحنا بنحكي عن أمن بنحكي أن الشخص هذا أنه الهيئة تدخل بأنه لا يتم مساس هذا الشخص على مستوى الأمور المادية الأمور المعنوية الأمور الجهازية وهذا النوع من الحماية بتطلب وجود الشرطة وطبعا إحنا فيه عندنا مذكرات بيننا وبين الشرطة وعندنا كل طلبات الحماية التي تقدم لهيئة مكافحة الفساد يتم العمل بها وحدة الحماية بالإضافة للشرطة يعني حتى موضوع التوصيات تخذ القرار والموضوع تقييم المخاطر كل هذه الأمور بتصير بيننا وبين ضابط الاتصال بالشرطة اليوم أنا على سبيل المثال أيضا إذا تقدمت بشكوى لهيئة مكافحة الفساد وأيضا طلبت بتوفير الحماية لمن قبل هيئة مكافحة الفساد إلى متى تستمر هيئة مكافحة الفساد في توفير الحماية؟ نظام حماية تنبلغي للشهود ما أعطى مد للحماية ولكن في عنا برضو جزئيتين مهمات أول إشي في عنا إشي اسمه إعادة تقييم الحماية شو يعني إعادة تقييم الحماية؟ يعني ممكن الشخص يطلب من الهيئة أنه خلاص أنا بدي تخففه عن الحماية أو بدي تزيدوها أو بدي بغض نظام كن كل طلب من الشخص أو ممكن وحدة تكون كل فترة بإعادة تقييم طلبات الحماية لأنه ما بنفعل الحماية تكون مستمرة بالإضافة للموضوع الآخر وهو موضوع انقضاء الحماية انقضاء الحماية يتم عنا قضاء في ثلاث حالات الحالة الأولى أنه إذا الشخص خالف شروط منح الحماية والحالة الثانية أنه الشخص تقدم بطلب قال له هيئة أنا كتفيت وبتمنى ترفع عن الحماية والحالة الثالثة هي انتفت الحاجة يعني شخص مثلا غير وظيفته لوظيفة ثانية فبطل في داعي أنه أنا أعمله حماية وظيفة لأنه انتقل من وظيفته على سبيل المثال طب في حال تم الاعتداء على أحد المبلغين وكان طالب الحماية من طرفكم شو الإجراءات اللي أنتوا راح تخدوها بهذا الاتجاه طبعا هذا باعتمد على شغلتين مهمات أول شي شو نوع الحماية اللي طلبها يعني إذا كان على سبيل المثال مقدم حماية وظيفية طبعا فإحنا نكون بتواصل مع المسؤول طبع هذا الشخص أو مصدر القرار ونطلب منه أنه منعلمه طبعا أنه إحنا وفرنا لهذا الشخص هو خاضع لحماية الهيئة ونعلم أنه بعدم جواز اصدار أي قرار يمس في حقه تحت طائلة المسؤولية القانونية طبعا دائما أنا بقول كل طلب حماية مختلف إلا وقاعه إلا وحيثيات مختلف عن الطلب الثاني وبرضو إجراءات اللي بتخذها الهيئة مختلفة من الحماية الوظيفية للحماية الشخصية للحماية القانونية بحسب نوع الحماية بس أكيد بالتأكيد يعني في هذا الموضوع الموضوع مش كتير سهل أنك توفر حماية لهذا أكيد وأكيد في تحديات عام يتواجهكم طبعا نحكي عن أبرز التحديات ممكن تواجهكم في هذا المجال يعني أول شغلة أنا دائما بحكيها وبعيدها أنه التحدي الأكبر اللي احنا عارفينه التحدي لنا والتحدي لكم والتحدي لأي مؤسسة مفكرة تشغل في هذه البلد هو الاحتلال رقم واحد موضوع التقسيمات يعني أنا مثلا لوحد يجيني مثلا هوية مقدسية مثلا تقدمني بطلب حماية أنا رح يكون عندي مشكلة أنه أنا أحميه في محلم أعين تركباتها صحيحة فأفقا في هاي مشكلة بس أقول هاي مشكلة مش كتير بإيدنا في مشاكل تاني شوي بإيدنا يعني وأنا بعتبرها برضو تحدي كبير للهيئة اللي هو الترويج للإشاعات أستاذي الترويج للإشاعات صحيح ميديا مفتوح اللي كل عم بطلق معلومات غير صحيحة بدون مصادر صحيح صحيح والهيئة لا تملك في هذا المجال إلا أنه اتوعي وتتوجه للناس بشو بتشتغله أكتر من هيك ما بتقدر في الحديث عن التوجه للناس وحملات التوعية نحن نعرف قدش هيئة مكافحة الفساد عم تشتغل في هذا الصياق وبنشوف حتى هاي الحلقة هي جزء من إطار توعية المواطنين اليوم كل حملات التي قامت بها الهيئة شجعت على التبليغ على شبهات الفساد قدش كان لها أثر هذه الحملات على فعلا تجريع المواطنين بالتوجه نحو هيئة مكافحة الفساد صحيح يعني خلينا نحكي بشكل عام إذا فيه تم إقرار نظام معين الأصل النظام يتم نشره في الجريد الرسمي والأصل إنه الشخص اللي معني بيتبع لهذا الموضوع لكن معظم الناس مش كتير مش كتير على الطلاع إنه فيه نظام تم إصدار إنه الناس بشكل عام مش كتير معنية في هذا المجال فأجه من هنا دور واجب الهيئة الهيئة بمجرد ما تم إصدار نظام حماية المبلغين والشهود عن مجلس الوزراء قامت بحملات التوعية يعني على مستوى رهيب جدا رغم جائحة كورونا ورغم التقييد والتسكير والإغلاقات إلا إنه قامت بعمل بتنظيم ورشات ضمن البروتوكولات الصحية ومنحكي كمان الأرقام اللي حكيتها لحضرتك إنه إحنا عنا اليوم 22 طلب مقارنة ب6 طلبات العام الماضي فهذا أكبر دليل إنه حاملات التوعية حابب أحكي عن 22 طلب طبعا لأنه نحكي شوي عن طبيعة الطلبات الحماية التي قدمت لكم 22 طلب شو طبيعة؟ 22 طلب تقريبا 12 طلب حماية وظفية تقدموا وما بقى من الطلبات عنات 3 طلبات قانونية والباقي هي حماية شخصية تقدمت للهيئة طبعا ما يقارب 13 طلب تم قبوله وباقي الطلبات تم رفضها وطبعا بالقبول وبالرفض إحنا في عنا تسبيب لأي قرار صادر عن الوحدة إنه أنا برفع توصيتي لمعالي الدكتور بقبول الطلب أو برفضه وطبعا معزز إنه أنا ليش قبلت وليش رفضت من في عندك تقييم لا طبعا لا طبعا اليوم قديش أنتوا عم بتشوفوا أنه يعني مهم جدا تعزيز ثقة المواطنين بعمل هيئة مكافحة الفساد وأيضا نحن نعرف دائما لابن نحكي عن موضوع مكافحة الفساد بشكل عام دائما الناس في عنده نقاش حول هذا الموضوع برأيك قديش مهم يكون في تعزيز لثقافة الناس باتجاه أنه أنت عندك أي ملاحظة أو أي شكوى لا تتردد لا بالعكس في عنوان اليوم اسمه هيئة مكافحة الفساد وإحنا كجهة رسمية راح نتابع الموضوع يعني دائما أنا برجع بقول أنه أكبر تحدي أو أكثر صعوبة ممكن أن أنت تواجهها في حياتك أن أنت تقنعي الناس بأفكار يعني خلاص من الواحد يتعود عليه عندهم مطبعات بالضبط بالضبط الانتباع صعب أن تتغيره إلا بدك تشتهد مع الوقت بدك تبدل كتير جهد وبدك تكون ما تنصدم بالأشياء اللي راح تنمر فيها فعشان هيك إحنا منطلع ومنعمل توعية ولقاءات ولقاءات وإلى آخر هي لكن في ردود أفعال إيجابية وكذلك الأمر في ردود أفعال سلبية لكن أنا شايفة أنه الوضع كتير منيح أنه إحنا الوضع بتحسن عماله يعني الأرقام هاي بتعني كتير ممكن بالنسبة للشخص العادي ألف ومئة شكوة شكوة أو بلاغ بتعني أنه البلد بالنسبة لنظرتهم ممكن أنه بتعني أنه البلد فازدة أنا بالنسبة للي بتعني أن الناس صار عندها وعي وصار عندها ثقافة وصار عندها ثقة في هيئة مكافحة الفساد اليوم أيضا فيما يتعلق إحنا بنحكي عن معلومات الأشخاص اللي بقدموا الحماية وأيضا الشكاوة قديش بالنسبة لكم مهم موضوع سرية هذه المعلومات وقديش أنت بتحافظوا على خصوصية المبلغ بالإطار العام كل ورقة تقدم لهيئة مكافحة الفساد هي ورقة سرية هذا بالأصل سواء إحنا بنحكي عن تحقيق بنحكي عن شكاوة بنحكي عن بلغات بنحكي عن حماية شهود فهي سرية ولكن في عنا خصوصية في موضوع حماية المبلغين والشهود موضوع حماية المبلغين والشهود في سرية عالية جدا لأنه إحنا الشخص ما بوصل مرحلة لأنه بتقدم لوحدة حماية المبلغين والشهود في طلب حماية إلا أنه الموضوع عنده واصل مرحلة القطر صحيح فبالتالي في عنا سرية والنظام طبعا حكى بتفصيل عن موضوع السرية وكل هالأشياء متوفرة لأي شخص عم نعم صحيح طب اليوم زبنا في ختام هذا اللقاء اليوم لو بدنا بس نعرف المشاهد أكثر عن آلية تقديم الشكوى وأيضا آلية تقديم طلب الحماية كيف الإجراءات اللي بمشي فيها المقدم الشكوى أو المبلغ موضوع الشكوى يمكن أسهل إجراء ممكن يعمله أي شخص إذا أنت فيه بين إيديك معطيات بتدل هذه المعطيات على وجود شبه الفساد أنت ممكن تتوجه لهيئة عبر تطبيق الهواتف الذكية ممكن تتوجه لهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك ممكن تتوجه لهيئة عبر الإيميل ممكن عبر الفاكس ممكن تتوجه شخصيا إذا حابب أنت تتجي وتعلن شخصيتك وتحكي عن أسمك ويأخذ إفادتك إلى آخره هاي القنوات بشكل عام اللي ممكن الشخص يتوجه لها وممكن في موضوع طلبات الحماية طبعا إحنا في عنا نموذج مخصص لطلب الحماية فهذا الشخص بتوجه لهيئة ويقدم هذا النموذج وكمان مرة زي ما تفضلت حضرتك أنه مش بالضرورة الشخص منه لحاله يجي ممكن أنه حدا بالإدارة عام للتحقيق أو بالإدارة عام للشكاوة يوجهه لوحدة حماية المبلغين والشهود بيقوم بتقديم هذا الطلب وهذا الطلب بتم طبعا توجيهه لرئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس الهيئة بتم حالته لوحدة حماية المبلغين والشهود اللي بتقوم بدراسته خلال مدة سبعة أيام طبعا بعد الدراسة للطلب بترفع توصيتها الوحدة إحنا دائما في السبعة أيام نقول هذا الماكسيموم أنت عنكم معايير محددة لقبول طلب الحماية أو عدمه يعني في معايير بتعتمدوها أن هذا الشخص لا يستحق طلب الحماية أو لا نعم في عندنا أمور في عندنا دليل إجراءات وفي عندنا كل هاي الأمور واضحة وصارت صارت نهج يعني وبعد هيك أستاذ الكريم الوحدة بتقوم بدراسته الطلب بترفع توصيتها سواء كمان مرة بالقبول أو بالرفض في حال القبول الشخص ببلغ في القبول وبتوقع على تعهد بالتزام بالحماية بشرط الحماية وعندنا في حال الرفض الشخص برضو يحق له أن يتظلم من قرار الرفض أنه ممكن يجي توجه لهيئة أو إلها أنه أنتوا ما أنا ما وضحت لكم أنا عندي معطيات تاني بتأكد أنه أنا بحاجة للحماية فإحنا بنسمع لهم ندرس الطلب والتظلم تبعهم ممكن نقبله ممكن نرفضه وفي حال قبلنا من نسبب ليش وفي حال رفضناه برضو من نسبب ليش في حال برضو تم رفض الطلب يحق للشخص اللي جوء للمحكمة المختصة طيب اليوم رسالتك في ختام هذا اللقاء شوف تحب توجه رسالة للمواطنين شوف أنا مبسوطة من هذا السؤال لأنه أنا رسالتي دايما بقول أنه بحكي للناس أنه خلي في موضوع الفساد وموضوع حماية المبلغين والشهود مرجعيتهم هيئة مكافحة الفساد مرجعيتهم الوحدة فيما تعلق في السؤال واستفسار عن حماية المبلغين والشهود والناس إحنا في عنا حالات عديدة تم منحها الحماية بس في إطار السري أنا ما بقدر أحكي أنه أنا حماية فلان وحماية فلان وحماية فلان وبالتالي قصص النجاح حايم نحتفظ فيها لإلنا بس أنا بحكي أنه في قصص نجاح كتير ومن هون أنا بقول أنه أي شخص بشوف أنه في قدامه معلومات فساد أو جريمة فساد ما يتردد أنه يتوجه هيئة مكافحة الفساد ورح يشوف أنه رح ياخد الحماية اللازمة نعم يعني التبليغ عن شبهات الفساد طبعا مسؤولية الجميع ويأتي نظام حماية الشهود والمبلغين الذي أصدرته هيئة مكافحة فساد ليحمي المواطن وليعزز النزاهة والمسائلة ومكافحة الفساد أشكر ضيفتي ولا أبضل على المعلومات القيمة وشكرا جزيلا عن كل هذه التفاصيل إلى هنا نصر مشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة دمتم برعاة الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة